يمكننا القول إن الموقف الفرنسي المحارب لكل ما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص بات واضحا مكشوفا جدا خلال الأحداث الجارية في غزة فكما نعلم حذرت حكومة فرنسا حكومة باريس مؤخرا جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بزعم أنها قد تخل بالنظام العام في البلاد لكن أن يصل الأمر بالسلطات الفرنسية إلى إغلاق مطعم بسبب عطل في لافتته المضيئة وسقوط حرف واحد يتحول من شماس إلى حماس فهذا أمر عجيب شماس تاكوس مطعم فرنسي يقع في بلدة فالونس سسببت الأمطار قبل ستة أشهر بتعطيل لافتته ليسقط أول حرف من اسمه ويتحول إلى اسم حركة المقاومة الإسلامية حماس لكن قبل أيام فقط قدم سكان المنطقة المحيطة بالمطعم شكوا للشرطة بخصوص الاسم الذي تحمله اللافتة الشرطة سارعت بس الدائج خبر قدمت إلى المطعم هددت بإغلاقه وتطلب أو تطلب بعد ذلك توقيف أضواء اللافتة إلى حين إصلاحها نشط على وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة لوحة المطعم مرفقة بتعليقات صاخرة حول حانة الضعر التي تتملك الأوساط الغربية من اسم حماس بحسب تعبيرهم ترجمة نانسية بدون تعليق الناشط سمير القاصدين علق متسائلا هل هذا هو المجتمع المتحضر الذي دائما يخرج علينا وكأنه مهدو العلوم منبع الإنسانية يعني مطعم ينطفئ أو الحرف منه فيصبح اسمه حماس تستنفر الشرطة الفرنسية لإغلاقه فعلا حسب رأيه دول كارتونية هشة ضعيفة يقول سمير أما ساسي نصري فتشير إلى ما يمكن أن يحدثه غياب حرف واحد في كلمة وقالت للغة تأثير كالسحر وأقوى أختم مع الصحفي محمد دخوش الذي يرى أن انهيار الغرب بلغ حدا غير مسبوك بحسب رأيه